مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الكثير من الأسئلة تخطر ببالكم حول المرض. لذا نقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من الأسئلة والأجوبة. فيروس كورونا هو فصيلة واسعة الانتشار تسبب أمراضاً مختلفة. تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحد الوخيم أو ما يعرف بيه السارس. فيروس كورونا المستجد هو ثلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقاً. ومن الممكن أن يصاب البشر بالعدوى بفيروس كورونا المستجد من مصادر حيوانية. فقد خلصت التحريات إلى أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحد الوخيم قد انتقلت من قطة الزباد إلى البشر في الصين عام 2002. في منطقة الفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من الإبل إلى البشر في المملكة العربية السعودية عام 2012. وهناك العديد من سلالات فيروس كورونا الأخرى المعروفة التي تسري بين الحيوانات دون أن تنتقل العدوى منها إلى البشر حتى الآن. أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف بحسب نوع الفيروس. لكن أكثرها شيوعا هي الأعراض التنفسية والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأشاد وطأة قد تسبب على العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية لحد الوخيمة والفشل الكلوي أو حتى الوفاء. ومن الممكن أن تنتقل بعض سلالات فيروس كورونا من شخص إلى آخر بالاتصال عن قرب مع شخص المصاب. كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر